موسيقى وللعصب يؤدي سيارة تفقد وطلاع لعدد من المشآت الخدمية قيد الإنجاز في مدينة كيفا بدينة كيهيدي تحتضن طلاق قافلة صحية واجتماعية لتقديم استشارات مجانية وعروض حول الإسعافات الأولية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدنا أهلنا بكم إلى أخبار الولايات تأدى والي العصاب عبد الرحمن وللحسن اليوم صحبة السلطات الإدارية والأمنية والعمدة المساعدة لبلدية كيفا سيارة تفقد وطلاع لعدد من المشآت قيد الإنجاز في مدينة كيفا المحطة الأولى من زيارة الوالي شملت مخازن مفوضية الأمن الغذائي التي تبلغ سيعتها 135 ألف طن ويجري تشيدها في إطار تعزيز قدرة التخزين لدى المفوضية وطلع الوالي على مستوى تقدم الأشغال في هذه المخازن التي وصلت مراحلها الأخيرة كما قدمت له شروح حول كيفية عملها الوالي تفقد كذلك الأشغال الجارية في مشروع داري للسكن الاجتماعي الذي تنفذه المندوبية العامة للتضامن الوطن ومكافحة الإقصاء تأزر في مدينة كيفا ضمن برنامج وطني واسع لسكن الاجتماعية أطلقته قبل أشهر وتتمثل حصة مدينة كيفا من البرنامج في 368 وحدة سكنية من أصل 1932 وحدة يجري بناؤها من طرف التأزر في عشر ولايات وكانت آخر محطات سيارة الوالي مشروع المياه القادمة من قرية أمبيقيرا لتغذية مدينة كيفا والعبار والأنابيب والنقلة وللأصاب دع القائمين على هذه المشاريع إلى إنجازها في الأجهال المطروبة ووفق المعايير الفنية المحددة مخازن مفوضية الأمن القذائي لطلاع لتقدم الأعمال فيهم وكذلك السكن الاجتماعي لمعدلة آزر والمحطة الثالثة مشروع المياه اللي جاي من المباقير لتغذية مدينة كيفا ووزرنا الخزان وفي هذه المنشآت تأكدنا من تقدم الأعمال فيهم ومازال فمش من العمل يجب القيام به على مستوى هذه المنشآت الثلاثة وراجين من القائمين عنهم يعدلوا ذاك بسرعة وبالجودة اللازمة والعجالة المطلوبة أشرفت السلطات الإدارية بولاية قرغل من المركز الصحي بكيهيدي على إطلاق قافلة صحية واجتماعية منظمة من قبل جمعية الوعي الجماعي بالتعاون مع قطاعي الصحة والعمل الاجتماعي تشمل هذه القافلة الصحية تقدم استشارات مجانية إضافة إلى عروض حول تقنيات الإسعاف الأولية تعمل لجهود الدولة في مجال تقريب الخدمات الصحية من المواطنين تنظيم قافلة صحية بإشراف من جمعية الوعي الجماعي بتعاون مع وزارتي الصحة والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة الوالي المساعد لولاية قرغل محمد محمود محمد المختار أدى زيارة لمعاينة عمل هذه القافلة في المركز الصحي بكيهيدي والتي توفر للمواطنين من الفئات الضعيفة خدمات متنوعة كتقديم لسعافات أولية وتقريب خدمة التسجيل في صندوق الوطني للتضامن الصحي كناس من خلال وجود فرقة تابعة لهذا الصندوق تستقبل ملفات المواطنين إضافة إلى توفير استشارات طبية مجانية وتوزيع أدوية على السكان وتنظيم دورة تكوينية لصالح الشباب حول طرق تقديم الإسعافات الأولية وأهلية إنقاذ الأشخاص عند وقوع حوادث السير شاكر الجمعيات التي تعاونوا معنا وشاكر الجهات المعنية التي تعاونت معنا بشأننا نقدر نعدلوا للقافلة الصحية التي خلطت على روسو وفات خلطت على بوغير وديون في كيه يجيب هذه القافلة الطبية أهدافها لأننا نكونوا الناس على الإسعافات الأولية وذلك بالتعاون مع العاون الطبي الاستعجالي التي هي إدارة تابعة للوزارة الصحية ومختصة في التكوين في الإسعافات الأولية وفي نفس الوقت جايين معنا أطباء جزام الله خيرا متطوعين وعدلوا استشارات مجانية لجميع الساكنة المدن المستهدفة وهذه المدن المستهدفة التي هي روسو بوغي كيهيدي الكصايبة ألاك واد الناغة قد زمنت الجمعيات الشبابية المشاركة في هذا النشاط التطوعي مبادرة تنظيم قافلة صحية متعددة الخدمات لمساعدة المواطنين من خلال تقديم الاستشارات والتحسيس والتكوين للمجتمع المدني حول تقنيات الإسعافات الأولية ونحن كالشباب نشاطاء لمستوى ولاد قرقل اخترنا اللي نشاركوا معهم ونعزرهم ونوقفوا معهم في ذلك كامل اللي قدوا عدل على مستوى على مستوى الولاي وشاكرينهم وشاكرين طاقهم كامل لجمعهم من واكشوت على هذا المجهود الكبير اللي بذلوا اللي كان مستفيد منه اللي أولا الساكنة هنا على مستوى مقاطعة كيهيدي ولا يزيد على مستوى مقاطعة الكصيبة الصبح وستجوب القافلة الصحية لجمعية الوعي الجماعي عدة مدن في ولايات تريرز غورغول والبراكنا بهدف نشر ثقافة تطوع عند شباب وتقريب بعض الخدمات الصحية من سكان المدن المستفيدة من هذه القافلة محمد علي سالك لقناة الموريدانية مدينة كيهيدي أشرف الحاكم المساعد لمقاطعة تشكشة أمس رفقة المدير الجهوي لشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بولاية تقاند على تدشين مسجد جامع ومحظرة في قرية أشيريم التابعة لبلدية الوحاة يدخل تدشين هذا المسجد المنفذ من قبل بعض الشركاء الخيرين بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة وقطاع شؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ضمن جهود الوسارة الرامية إلى العناية ببيوت الله وخلال كلمته بالمناسبة استعرض المدير الجهوي للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الولاية ما توليه الدولة من عناية بالمساجد المكده بالشؤون الإسلامية رصد في ميزانيته مبالغ لأول مرة لبناء وترميم وتفريش المساجد كما تشجع الوزارة وتذمن مبادرات الخيرين في هذا المجال وفي هذا الإطار أحضر معكم ممثلاً لوزارات الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي لتدشين هذا المسجد ومحضرة التوفيق وجامع الشريم في بلدية الواحات الممول من طرف فاع الخير قطري أشكره ونرجو الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته هذا المرفق الإسلامي مهم والهام وهني أيضاً عليه ساكنة الشريم في مدينة سيليبابي تواصل فرق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تسجيل المواطنين على اللائحة الانتخابية ويأتي هذا التسجيل ضمن المراشعة الاستثنائية التي تنظمها اللجنة على المستوى الوطني للفترة ما بين الخامس عشر إبريل والتاسع والعشرين مايو المقبلة هنا في مقر بلدية سيليبابي يرابط فريق من مكتب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وذلك لتسجيل المواطنين البالغين سن التصويت أو الراغبين في تغيير مكتب التصويت ضمن عملية المراجعة الاستثنائية لللائحة الانتخابية وذلك تمهيداً للاستحقاقات الرئاسية المقبلة نحن هذو جايين لمراجعة اللائحة الانتخابية وجينا هنا تياها السبوع لنعود وجينا لكينز نحن هنا تياها وفاتحين لبيرو هون في بلدية ومشاء الله القبال علينا كان عادي يقال مشاء الله من النهارين والله في الهاتف كل نهار مراء نهار يعد شبه هون تياها لياك تسجيل مفتوح لمن مفتوح لناس اللي كينها بلقات 18 سنة والله ما لحد كيف كان بيروه يبقي شانجي لبيروه شور بيروه خا والله ما لحد ما قد تسجل لانسجلوه من جدي هذا هو اللي خاص بهذه اللجنة نركاتيها تقيع اللجنة مهامة عدد الله إن شاء الله توفق إن شاء الله معناها الناس كاملة يالله تتعذرع لنا مواكبة كاملة تجري عملية تقييد الناخبين في وقت وجيز نظرا لسهولة الإجراءات ورقمنة العملية بكل تفاصيلها وينتظر أن يتزايد الإقبال على مراكز التسجيل خلال الأيام القادمة مع تزايد حملات التعبئة والتحسيس حول أهمية المشاركة الواسعة في اقتراء التاسع والعشرين من يونيو المقبل شوقي محمد فالي قناة الموريتانية مدينة سليبابي نظمت الاتحادية الفيدرالية لحزب الإنصاف في مدينة وذبو مساء أمس متمر صحفيا حضره نائب رئيس الحزب يحيى أحمد الوقف وعدد من أطره ومناضليه وقد شاد نائب رئيس حزب الإنصاف بالنجاح الذي حققته زيارة رئيس الجمهورية لمدينة وذبو مثمنا للجهود التي قام بها مناضل الحزب في إطار التعبئة والتحضير لهذه الزيارة مؤكدا أن المؤتمر يهدف إلى خلق مستوى من التواصل مع الهيئات الصحفية واستعراض ما تحقق من إجازات في عموم التراب الوطني وفي ولاية داخلة وذبو بصفة خاصة وفي هذا السياق استعرض كذلك نائب رئيس حزب الإنصاف يحيى أولا أحمد الوقف مما الصحافة أهم الخلاصات والنتائج التي تضمنها بيان مجلس الوزراء بالإضافة إلى القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لتنفيذ الإجراءات اللازمة لتسريع وترة التنمية المحلية في الولاية وفي ختام المؤتمر تم الرد على أسئلة الصحفيين حول الجهود المتخذة لحل المشاكل المتعلقة بالمياه والكهرباء والصحة والتجهيز والتشغيل وتطوير نشاط الصيد التقليدي والصناعي إضافة إلى أسئلة أخرى تتعلق بنشاطات الحزب نائب رئيس حزب الإنصاف تحدث عن الدعم المالي الذي وجهته الحكومة إلى الاستثمار في خدمات أساسية متنوعة بولاية داخل تنوذيبو خلال الفترة الأخيرة موجودة بين المياه والطاقة والطرق والصحة والتعليم إلى آخرين واللي منها ما وصلتوا إلى التفاصيل الدقيقة لا نطلب منه يعطينا عنوان بريد وندروا المشهر بشكل مفصل يغير الماليين المشهر وندروا نحاول المشهر مع هذلك اللي سينا ما هو 150 مليا تنشط النساء تعاونية ليلة الزراعية بمدينة أطار في مجال إنتاج الخضروات والحبوب وتعتمد المسارعات في هذه التعاونية على البذور المحلية في سياق تطوير الإنتاج المحلي وزيادة الإنتاجية داخل هذا الحقل الزراعي النموذجي بدأت النساء والعاملات في تعاونة ليلة الزراعية بحي كنوال تهيت للحملة الصيفية في مجال الخضروات ويعتمدن في زراعة الخضروات على البذور المحلية لمضاعبة الإنتاج في هذا المجال نحن ضركت إياها واحلين موسم وحصاد موسم كان عندنا موسم مش تنقول له نحن ولأينا دخل موسم ذاني موسم شكلية ذانية من الخضروات تنتج الزمن كامل وهذا ضركة اللي حارثين هنا تياها لا من إنتاج نحن 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 نعقبوه 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 بليده ذاني إنتاج زين فتبارك الله وتتحدث المزارعات عن وفرة في منتوج حصاد الحملة الشتوية خاصة ما يتعلق مصدلبات السوق المحلية فهنا من موسم الحمد لله الشتاء واركم كونسين هو موسم الصيف خارقين بعضية من الأشياء تصلح عندنا فترة الصيف نجوه وخارقة مودي بعضية منها تصلح عندنا فترة موسم الشتاء كيف واركات إياها صبامة وكيف البصر الأخضر وكيف برجين وكيف صلاة وكيف الحرور وكاني وتماتذ يصلح عندنا مارك خارقين قالوا بتراف وكاروت وناثة والشياء الآخرين يصلح عندنا موسم الشتاء نحن متعاملين مع السوق شاركوا في السوق يوميا شهرية نجيون مرضو فترة موسم الشتاء كاروت بطراف تمات من شاء الله نحصدوها مشروع زراعي يعمل منذ هذه السنوات وقد استطاع تحقيق نتائجه كان لذر الإيجابي على العاملين فيه نحن في نهاية حصاد شتوي الحمد لله الحمد لله هذا العام التبارك الله السوق أحضر الحمد لله كان عنده بومبوتر الحمد لله السوق فات طنطون ونص الحمد لله فاتوا صدروا شار السوق التجارة الحمد لله هناك نصدروا جقراج محلي من مشروعنا جقراج تماتا وعدنا ملي اللبصل جقراجه الحمد لله وعدناه بطراف وصلاة جقراجه حتى الكوس البوشهال المحلي هو من مشروعنا نبدل العامل الذي جاي نبدل ان نشرهم عند مندوبي هذا هو عندنا محلي هناك تجربة زراعية نسائية يعول عليها بزيادة المنتوج من الخضروات والثمار المذمرة لصالح تقيقي الاكتفاء ذاتي على المستوى المحلي الفاغولي الشيباني قناة الموريتانية مدينة الطهر أدت بعضة من دورية التطبيق للضباط برئاسة قائد الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بأطار العقيد محمد المين عبد المولى زيارة لفرع شركة الوطنية للصناعة والمناجم السنين بمدينة زورات بدأت هذه الزيارة من مقر الاستغلال حيث استمعت لشروح مفصلة من قبل رئيس مصلحة جيولوجيا الاستغلال أحمد ولسيد مبارك حول تاريخ الشركة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني والاستراتيجية المتبعة لتطويرها كما تعرف أعضاء البعث خلال جولة ميدانية قاموا بها رفقة الملحق لإدارة الاستغلال إبراهيم ناول بو بكر على عمل الشركة في منجم قلب الغين اثنين والمصنع التابع له إضافة لمركز الكهرباء الذي يمد آليات المنجم بالطاقة الضرورية للإنتاج وفي زورات دائما بدأت أكثر من أربعة آلاف عامل في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنين من صباح اليوم في مدينة زورات عبر سبع مكاتب للتصويت بالاقتراع لاختيار خمسة عشر مندوبا وسبعة أعضاء في اللجنة الاستشارية لتمثيلهم في السنتين القادمتين وتتنافس في الاغتراع الخاص بمناديب العمال سبع مركزيات نقابية هي اتحاد العمال الموريتانيين والكونفدرالية اي تي ام العامة لعمال موريتانيا والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا سي ال تي ام موريتانيا والكونفدرالية الوطنية للشغلة الموريتانية والكونفدرالية المستقلة لعمال موريتانيا والكونفدرالية الموريتانية للشغلة والاتحاد الموريتاني للشغلة فيما تتنافس في الاغتراع الخاص بعضاء اللجنة الاستشارية ست مركزيات نقابية هي اتحاد العمال الموريتانيين والكونفدرارية العامة لعمال موريتانيا والكونفدرارية الحرة لعمال موريتانيا والكونفدرارية الوطنية لشغلة الموريتانية والكونفدرارية الموريتانية للشغيلة والاتحاد الموريتاني للشغيلة ويكلف مناتيب العمال خلال مأموريتهم بالدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال فيما يلعب أعضاء اللجنة الاستشارية دورا استشاريا للشركة في التدخلات الاجتماعية الخاصة بشعيلة نظم الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين في جامعة العلوم الإسلامية بمدينة العيون نشاطا جماهيريا استعرض خلاله قادة الاتحاد أهم المطالب التي تأسس عليها الاتحاد كنقابة تسعى إلى خدمة الطلاب وإصال مطالبهم للجهات المعنية مؤكدين أهمية جامعة العلوم الإسلامية كفضاء جامعي يقدم الخدمات الجامعية للطلاب في منطقة مهمة من الوطن وطلبت المداخلات الطلاب بتوحيد صفوفهم والعمل الجادي من أجل التحصيل العلمي والمعرفي ليتمكنوا من خدمة وطنهم ورد الجميل له مشيدين بدور شامعات العيون الإسلامية كواحدة من أهم مؤسسات التعاليم العالي في البلاد التي تستقطب سنويا مئات الطلاب في مختلف التخصصات مشاهدنا بهذا الخبر نأتي على ختام أخبار الولايات تذكير بالعنوينة وللعصابة يؤدي سيارة تفقد وطلاع لعدد من المشاءات الخدمية قيد الإنجاز في مدينة كيفا مدينة كيهيدي تعتضن طلاق قافلة صحية واجتماعية لتقديم استشارات مجانية وعروض حول الإسعافات الأولية شكرا على حسين إسقائي والمتابعة نلتقي في نشرة متصف الليلة